بدوره أكد المقدم طبيب منافل قحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري أن مملكة البحرين تسير في الاتجاه الصحيح فيما تتخذه من إجراءات في كافة مراحل التعامل مع الفيروس بما فيها المتحور الجديد أوميكرون وبيّن القحطاني أن مضاعفات أوميكرون أقل من المتحورات السابقة خصوصاً عند الحالات القائمة من المتطاعمين والحاصلين على الجرعة المنشطة من التطعيم المضاد للفيروس أؤكد بأن جهود مملكة البحرين على مدىها السنتين التي مرت في التصدي لجاحة الكورونا في مختلف مساراتها أثبتت اليوم فعاليتها ونجاحها على مختلف الأصعدة وأخذنا زمام المبادرة في تنفيذ جميع الخطط والبرتوكولات الاستباقية التي تمت ونجاحها على مختلف الأصعدة وأنا كمواطن بحريني قبل ما أكون كعضو في فريق البحرين أشعر الارتياح في هذا اليوم بأن القرارات المأخوذة والإجراءات السباقية تلامس أرض الواقع وتواكب المنطق وأتوقع هذا شيء مهم وكلنا نلاحظناه على مدىها سنتين من جائحة كورونا كما نذكر في هذا الصدد بأن الانتقال بين مستويات الآلية آلية الإشارة الضوئية بالضبط مثل ما ذكرها سعاد دكتور وليد المالع لمستوى انتشاب فيروس كورونا ووفق ما أعلن عنه سابقا يؤكد وفق المتوسط اليومي لعدد الحالات التي توجد في العناية المركزة فالتركيز الآن يكون على عدد الحالات الموجودة في العناية المركزة وليس بعدد الحالات القائمة كما كان معمول بها سابقا في بدايات جائحة كورونا ترجمة نانسي قنقر